السلام الرحيم أيها الأخوة المتابعون في كل مكان استمراري وتواصل أشواطنا اليوم أشواط سن الإجداع حيث تتواصل هذه الأسماء وهذه الشعارات في خوض معارك ومسلسلات ناموس في هذا اليوم وفي هذا الميدان ميدان الشحانية نبدأ أخوان المتابعين في هذا الشوط الثامن ضمن انطلاقاتنا في الفترة الصباحية شوط خاص بالقعدان أبدأ مع المركز الأول دائما وأتابع إسعاف اللي يحتل المركز الأول إسعاف لهجن الشحانية يضمر إسعاف سلطان محمد بن سالم الوهيبي والمركز الثاني هنا مبشر على المركز الثاني لهجن الرئاسة التابعي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يضمر سهيل بن أحمد بن دريل فلاحي وأنتقل إلى ثالث المراكز لأجد مغامر على ثالث المراكز لسعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن عبدالعزيز بن حمد آل ثاني يضمر مغامر ناصر بن حمد بن حفيظ المري هذه المراكز الثلاثة الأولى إخواني المتابعين المراكز المنطلقة الثلاثة في موقع واحد تقريبا وتابع المركز الرابع المركز الرابع الصقر على المركز الرابع لهجن الشحانية سلطان الوهيبي يضمره والباسل يحتل للمركز الخامس لهجن الشحانية ويضمر الباسل سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هذه المراكز إخواني المتابعين المنطلقة في أول نداء وأول ظهور وأول إعلان لهذه الأسماء المنطلقة مع سن الجداء أيها الأخوة المتابعون هذه لحظة وانطلاقة هذه الشعرات الحاضرة في هذا الشباق الغالي الشباق المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثرى حيث تتواصل شعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة في هذا اليوم الأخير بالنسبة للأسبوع الأول حضرت إخواني المتابعين زرزف مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي بشعار هجن الشحانية لتنتزع نقطة الشوط الأول وحضر لبصير مع الذهبي سالم بن فاران المري ليضيف ويحقق ناموس آخر يضاف لهجن الشحانية وتوقيت مميز يسجل عند الذهبي اليوم التوقيت عند سالم بن فاران اليوم قدم لبصير ليحقق أفضل التوقيت تسعة عشرة ستة هذا هو على الهواء مباشرة التابعون تسع دقائق عشر ثواني ستة أجزاء من الثانية أبو جابر حقق التوقيت الأفضل بقيادة لبصير اللي وصل في الشوط الأول الخاص بالقعدان تهنينا الهجن الشحانية والتهنيا لك يا سالم يا بن فاران أيها الأخوة المتابعون أعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة وإلى المركز المتقدم والمتصدر والمنطلق شعار هجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 13 وهو مباشرة سيل بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي قائدي هذا القعود قائدي هذا الضيف القادم من العاصمة أبو ظبي من الوثبة المركز الثاني المركز الثاني هذا إسعاف هذا إسعاف وهذا هو شعار هجن الشحانية وهذا هو مضمر زرجف هذا السلطان الوهيبي أو نقاط أو خمس نقاط سلطان الوهيبي اليوم يقدم أسماء مميزة هذا هو السلطان الوهيبي ببالمركز الأول أبت أن يقhouses أو بالمركز الثاني مع وجود إسعاف الذي يحتل المركز الثاني المركز الثالث الباسل ينطلق الباسل أحد السلالات الغنية عن التعريف أحد الأسماء المميزة أحد العمالقة في هذا العالم الساحر هذا هو الباسل الهجن الشحانية عن سلطان الوهيبي المركز الرابع إخواني المتابعين هذا هو الصقر اللي يحتل المركز الثالث الباسل اللي يحتل المركز الرابع الهجن الشحانية عن سلطان الوهيبي رقم 6 والمركز الخامس المركز الخامس السعدي ينتقل بدوره إلى المركز الخامس وإلى المركز الرابع الهجن الشحانية عند المشاغب محمد بن قالد العطية خلاص ختمت النداء عند العطية وأعود إلى المركز الأول وأجد منافسة نجد أخواني المتابعين لذة ومنافسة في وجود الشعارات العملاقة شعار الهجن الشحانية شعار الهجن الرئاسة أيضا تواجد شعار الهجن العاصفة في هذا المهرجان مهرجان للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله يترى شارك هذا الشعار العملاق أيضا ليشكل ليشكل ثلاثية ثلاثية لذيذة للمتابعين في العالم أهرام المنافسة الثلاثة المتواجدين هجن الشحانية وهجن العاصفة وهجن الرئاسة تتواجد في هذا العالم الساحر لتشكل متعة وإثارة بالإضافة إلى شعارات أصحاب السمو والشيخ أيضا التي لا يستهان بها من خلال تواجدها في هذا العالم الساحر يا سلام هذه الرياضة العربية الأصيلة ومتعتها وما يقدم لها في هذا الميدان ميدان الشحانية ما يقدم لهذه الرياضة العربية الأصيلة من اهتمام مميز واهتمام خاص من قبل سمو سيدي أمير البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الذي يهتم ليهتم بهذه الرياضة اهتمام خاص اهتمام خاص عند صاحب السمو الشيخ تيمين بن حمد بن خليفة الثاني امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وايضا لا ننسى حب ابناء قطر خاصة لهذه الرياضة العربية الاصيلة وايضا ابناء الخليج المتواجدين مع هذا العالم الساحر يا سلام الله 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 مبشر يا الوهيبي مبشر على المركز الاول خطير مبشر لهجن الرئاسة التابعي لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة يقوده سهيل بن احمد بن دري الفلاحي المركز الثاني الله شاهين ينطلق في اول نداء له اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خالد بن مر بالحلوة اول نداء لهذا الشعار اللي نرحب فيه في هذا الشوت المركز الثالث من غيره الى المركز الثاني المركز الثاني الصقر لهجن الشحانية عند سلطان الوهيبي والمركز الرابع الباسل لهجن الشحانية عند سلطان الوهيبي المركز الخامس السعدي مع المركز الخامس لهجن الشحانية عندك يا محمد يا بن خالد الله افتتحنا الكيلومتر الأخير والموقف خطير يا بمريك الموقف خطير مع وجود هذه الشعارات العملاقة شعار هجن الرئاسة على المركز الأول يحتل الصدارة يحافظ يحافظ في هذه اللحظة على الصدارة مع سهيل بن أحمد بن دري مع هذا الشعار الصقر الصقر يتسلل ينطلق شعار هجن الشحانية انطلق سعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع خالد بن مر بن حلوة انطلق في هذه اللحظة لينتزع من خلال تسلل شاهين من خلال تسلل شاهين إلى المركز الأول وخالد بن مر بن سعيد بن حلوة هو المضمر لشاهين التابعي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم تهنئة تهنئة لزعبيل على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار تهانينة لمالك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على فوزه بالمركز الأول تهانينة والناموس المركز الثاني المركز الثاني مبشر لهجن الرئاسة المركز الثالث وصل الصقر لهجن الشحانية المركز الرابع سراب ليسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان المركز الخامس المركز الخامس الباسل لهجن الشحانية يا إخوان المتابعين هذه لحظات الناموس ولحظات الانتصار وأيضا وجود هذه الشعرات التي تشكل المنافسة المميزة في هذا اليوم مع سن الجزاع ووجود الأسماء الكبيرة في الأشوات المفتوحة والشعرات العملاقة في هذا الشعر تهانينة تهانينة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز شاهين بالمركز الأول تهني أزفها لمن قاد شاهين خالد بن المر بن سعيد بن حلوة لكتبيه التوقيت الزمني لحظة وصول شاهين تسع دقائق خمسة وثلاثين 11 جزء من الثانية هو توقيت شاهين تهنيا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المركز الثاني مبشر وصل بالمركز الثاني تسع دقائق 36 ثانية 18 جزءا من الثانية تهانينة لمالك مبشر هجن الرئاسة والتهنياء لسحيل بن أحمد بن رايي الفلاحة المركز الثالث المركز الثالث الصقر لهجن الشيخ حمدان توقيتها زمني تسع دقائق 36 ثانية 76 جزءا من الثانية شكرا أحمد السادة تهانينة والناموس لهجن الشيخ حمدان وليل مضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة